بعد أن بدأت حربها على قطاع غزة، تلقت إسرائيل مساعدات عسكرية أمريكية فاقت أي دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية، آخرها الموافقة على صفقة جديدة. تتضمن تزويد تل أبيب بخمسين مقاتلة من طراز F-15 بقيمة تزيد على 18 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشمل صفقة معدات اتصالات متقدمة وتكنولوجيا تشويش، لكنها لن تسلم إلا بعد سنوات من الموافقة عليها. وكانت إسرائيل قد أرسلت طلباً رسمياً لإبرام هذه الصفقة في يناير من العام الماضي، لكن الموافقة عليها ارتبطت بالحصول على دمانات من إدارة بايدل حول كيفية استخدام الطائرات الحربية والذخائر في غزة. وباعت واشنطن في شهر ديسمبر الماضي ذخائر بقيمة أكثر من 106.5 مليون دولار، وقذائف أخرى مدفعية عيار 155 مليمتر ومعدات ذات السلة بقيمة 147.5 مليون دولار. وفي كلتاً الصفقتين تجاوز البيت الأبيض موافقة الكونغرس. ومن بين الأسلحة التي تم بيعها أيضاً إلى إسرائيل هي 21 ألف قطعة ذخيرة موجهة استخدمت نصف كميتها استخدمت طبعاً في غزة. وقنابل صغيرة وسواريخ خارقة للتحصينات إلى جانب قنابل تزل 900 كيلو جرام من نوع مارك 84 بالإضافة إلى 200 طائرة محملة بالسلاح والمركبات المصفحة. وتضمنت أيضاً شحنة الأسلحة هذه نحو 10 ألاف طن من السلاح والمعدات الأمريكية كالمركبات المدرعة وأسلحة ومعدات حماية شخصية وأخرى طبية وذخيرة. وخمسة وعشرين مقاتلة F-35 وخمسة وعشرين مقاتلة F-15 واثنتين عشرة طائرة أباتشي ومائتي وثلاثين طائرة شاحن وعشرين سفينة محملة بالأسلحة. وبموجب مذكرة الموقعة بين واشنطن وتل أبيب تتعهد الولايات المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية بإجمال 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات من بينها 33 مليار دولار لشراء معدات عسكرية وخمسة مليارات دولار للدفاع الساروخي. وتشير صحيفة الواشنطن بوست لأن هذه الموافقات هي جزء صغير فقط من إجمال المساعدة العسكرية التي تم نقلها إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر. هكذا بدأ إذن هذا العرض وأعود إليك كاثرين استكمالي باقي منك. شكرا لك مونة. شكرا لك.